مجهود كبير عملته الدولة في ملف السياحة وكانت نتيجة ده وأنه مصر حققت أعلى معدل لحركة السياحة في 2023 بحوالي 15 مليون سائح مقارنة بأعلى معدل سجلته في عام 2010 واللي كان 14.731.000 سائح خلينا نرف تفاصيل أكثر عن أهمية تحقيق مصر أعلى معدل للحركة السياحية وتأثير ده أيضا على القطاع السياحي مع دفنا ونورنا في ستوديو سبع الخير يا مصر دكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سبع الخير على حضرتك ونورنا في ستوديو سبع الخير سبع الخير أنا سام بحضرتك وتشرفت بيكم بالبرنامج أهلا بحضرتك ونحن نتكلم على تعقيق مصر لأعلى معدل للحركة السياحية من نحو 14 حوالي 14 مليون أكثر من 14 مليون سائح 14.900.000 وشيء صحيح يعني ده رقم كبير جدا مقارنة بالسنين اللي فاتت خلينا نعرف من حضرتك حيثيات هذا الرقم ودلالات هذا الرقم أولا في عوامل كتيرة في خطة وضعت من الدولة واستراتيجية قبلها للتحقيق فقر اقتصادي وتسويقي من وزارة سياح والسيد الوزير طبعا إنه جاي من البنوك على دراية كافية بكافة التفاصيل الاقتصادية والتسويقية ودوران رأس المال حضور البورصات الدولية بشكل مكسف البورصات الدولية الخاصة بالسياحة اللي احنا بنقابل فيها الوكلاء السياحيين الشركات السياحية الشركات الاستثمارية المواقع العالمية والمسؤولين عنها زي مواقع بوكينج دوت كوم او إكسبيديا الى آخره طبعا في بورصات دولية كتيرة كانت فيه خطة ممنهجة من قبل الدولة لحضور كافة البورصات متمثلة في وزارة السياحة مع القطاع الخاص والمستثمرين اصحاب الشركات والفنادق السوشال ميديا الريفيوز او الاراء بتاعة كافة السياحة اللي جات مصر على كافة المواقع كانت بصورة ايجابية كبيرة خلت المواقع العالمية والشركات العالمية والميديا العالمية والقنوات العالمية تشيد بمصر في 22 و23 و24 كوجهة سياحية من ضمن الوجهات السياحية اللي اشدت بها بدول اخرى مثلا 50 دولة او غيره تسويق كل القطاع الخاص طبعا لان بيسوق بالاضافة غير الحضور التسويق على طول في الجوجل والسوشيال ميديا التواصل المباشر ما بين الأوبريتور في داخل مصر وخارج مصر ده كله أدى الى النتاج دي استقرار مصر طبعا الأمني والسياسي واللوجيستيك اللي موجودة في المطارات المصرية توسعة الطاقة الاستيعابية في الفنادق المطارات برضو توسعة المطارات بشكل كبير حدوث احداث او افنس هقول دولية زي مثلا موكب المميوات اللي تم ونقل المميوات الى متحف الحضارات سياحات معينة ظهرت زي بعد الموضوع ده سياحة زي نقدر نطلق عليها سياحة الأزياء لما جات مركات عالمية عملت في حد شبسود في لقصر وعملت هنا في الهرم وكانوا ملياردرات اللي بيجوا فيه سياحات مثلا ظهرت زي سياحة عايزة أقول الأفراح عائلات من الهند جات شار مشيخ أجارت تلات أيام أماكن بتائراتها الخاصة كل ده بيعمل بروباجاندا بالإضافة طبعا للمؤتمرات أو الأحداث الدولية كوب 27 مؤتمر المناخ لأن بتسلط الأضواء على مصر بشكل كبير وبتسلط على الإيجابيات فظهرت الإيجابيات بشكل كبير طبعا أكيد فيه بعض السلبيات ولكن ده كله مع الخدمة من قبل القطاع الخاص والدولة حصول المواطنين الأجانب فيه شركات أو عايزة أقول دول غير هاجي للشركات أن الدول بتحصل على التأشيرة بمجرد وصولها للمطار جنسياتها فيه ناس اللي كانت معها الشينجين وتأشيرة إنجلترا وتأشيرة أمريكا من جنسيات مختلفة وسارية التأشيرة بتاعتها بأرض وتقدر تحصل على التأشيرة التأشيرة أونلاين دي من ضمن التسهيلات أو من ضمن التسهيلات الطيران الشارتر فتح مطار زي مطار سفينكس برضو ده مهم جدا للاستقبال المزيد من السياح المطارات لما بتزيد التقى الاستعبية لها بقى أفشار من الشيخ وجنوب سيناء عظيم أصد طبعا مطار طابعا مطار كذا طيب دكتور وفق الإحصائيات يعني مصر الحمد لله بفضل ربنا عندنا كل أنواع السياحات ثقافية والترفيهية والشاطئية والعلاجية وكلها الحمد لله ومميزين فيها كمان والعالم كله عارف عننا ده وفق الإحصائيات إيه أكتر نوع من السياحة كان عليه إقبال خلال هذا العام 2020-2023 وبالتالي نتدي نكسف من العمل عليه سواء فيه الدعاية أو فيه مزيد من التسهيلات والتسهيلات للسياحة الجاية هو على المستوى العالمي مش على مستوى مصر المستوى العالمي السياحة الشاطئية بتمثل 65-70% دي على مستوى العالم لأن دي إنت لما بتيجي بتعمل بنسوق بتبقى دراسة للكلتشر بتاعت الشعوب ثقافة الشعوب هنقول مثلاً أوروبا الشرقية أوروبا الشرقية ما أقدرش أنا أروح في أوروبا الشرقية وأقول أنا بسوق للسياحة الثقافية لازم سياحة شاطئية أوكرانيا، روسيا، بولغاريا، بولاندا، دولت ما ينفعش أقوله تعالى إحجز نايل كروز مع برامج الأهرامات وخد يومين إيه؟ البحر الأحمر طبعاً كل السياح الأجانب بيجوا البحر الأحمر عشان الشعوب المرجانية والجو وطوال العام فنيجي للسياحة الشاطئية هتلاقي الدول الأوروبا الشرقية على مدار السنة كاملة بيجوا البحر الأحمر وغرداء وجنوب سينة هنيجي للسياحة الثقافية السياحة الثقافية بتمثل مثلاً منطقة الأهرامات، نايل كروز، فلؤسر وأسوان هتلاقي أوروبا الغربية كلها فرنسانجلترا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، كل لوكسنبورغ، واتفر بقى خلاص؟ بيحب السياحة الثقافية ما تقدرش تقوله هو كالتشر بتاعته يعني هو جاية عايز يشوف المتحف، عايز يشوف المتحف الكبير عايز يشوف حالياً لأن فيه زيارات للمتحف الكبير ولم يتم افتتاحه رسمياً عايز يشوف التاريخ والأثار والحضارة وبعدين ياخد هتيجي للسياحة الهندي مثلاً السياحة الهندي مش عايز بحر هو عايز يحعي السياحة الثقافية بس مش عايز بحر السياحة الأمريكية مش عايز بحر هو عنده المحيطات أنا لسا كنت في أمريكا وجيت من هناك لسا رجع ستا هو عنده محيطات هو جاي يشوف تاريخ هو ما عندهش تاريخ هو جاي يشوف الأجيبتولوجي جاي يشوف الفراعنة جاي يشوف كذا في ناس من الأمريكان أساسا يعني بتعبد الأليهة المصرية واخد بال حضرتك فكل هنيجي بقى للسياحة الثقافية بتمثل 12-13% و15% أنواع السياحات الأخرى بقى السياحة البيئية لو عايز الطيور الندرة يشوفها عايز مش عارف إيه عايز يروح الالوحات مثلا عايز يروح السياحة الصحراوية دولت مكلفة قوي بس سايح ريتشي جدا زي مثلا سياحة ديخوت قليلة بس احنا عندنا السياحة الصحراوية بقى لها فترة ما ينفعش ان هو يدخل الصحرا يعني كانت نتيجة الأحداث المناطق اللي حوالينا أو الدول اللي حوالينا وكذا فبيجي بيدخل ويرجع في نفس اليوم فيه زي ما قلت حضرتك السياحة العلاجية والاستشفائية الاستشفائية اللي هي العلاج بالمياه الكابريتية بقى الروماتويد الروماتيزم العمود الفقري الصدفية الدفن في الرمال دي السياحة الاستشفائية السياحة العلاجية اللي هي العلاج في مراكز زي مركز القلب أو الكلا أو كده برضو بتبقى ناس معينة والأعداد على مستوى العالم مش على مستوى مصر لو احنا بقى عايزين نكسف أكتر ده بيتم على أساس ان انت بتكسف حملاتك التسويقية بحسب كل بلد بحسب كل بلد بقى انت عايز تجيب السياحة دي معينة أو في عندك مثلا كل الناس دلوقتي منتظرة افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا احنا حطينه في البرامج كشركات سياحة وبتيجي الناس بالفعل تزوره بس الافتتاح الرسمي هيبقى عامل بروباجندا وإعلام كبير جدا على مستوى العالم فهتبتدي الناس بس احنا بنحط بنحط المطحف المميوات في البرامج السياحية فيه ناس بقى بتيجي في السياحة الشاطئية تنزل الغارداء أو شرم الشيخ فيه متاحف هناك بس هو جاي عايز الميديتيشن والشمس والقعد بياخد اللون البرونزي بيعمل تان بيعمل مشاف ايه ويشوف السنوركلينج والدايفينج والحاجات دي كلها وممكن يقعد ثلاث اربعة ايام في الدايفينج في الرحلة في البحر الأحمر يشوف الكرال والسمك والحود فالتسويق بيتم على الأساس ده طبعا أصحاب الفنادق السياحية والقرى السياحية في محافظات مصر بيهتم أكتر بالسياحة الشاطئية وده لأنه هو الإقبال بيبقى بالشكل ده الشركات السياحة اللي هي زي ناو بيبقى عنده الاهتمام بالسياحة الثقافية مع الشاطئية الاثنين والثقافية أكتر وكذا عشان نحجزنا الكروزي دكتر يعني زي ما بنقول كده دايما التمع في الخير حالي أكيد احنا حقنا أعلى معدل بالضبط لكن مصر تستحق معدلات أكبر من دي بكتير كمان نظرا لكم أنواع السياحة المتنوعة اللي موجودة في مصر إيه الجو وكل العوامل والخصائص الطبيعية اللي ربنا حباها بيها سؤال حضرتك مش للتقليل من هذا الإنجاز ولكن للبناء عليه فيما بعد إيه اللي ينقص مصر عشان تقدر حتى تتخطى هذا الرقم بمعدلات أكبر بكتير وخاصة أن السياحة مش مرتبطة فقط بس بالترويج خاصة أن احنا في عصر السوشيل ميديا مواقع التواصل الاجتماعي يبقى فيه جملة أو مصطلح ريفيوز الأراء لازم التجربة اللي بيجي عيشها السايح لازم تكون من أفضل ما يكون لأنه بيرجع سفير لينا بره في بلده فلازم تكون وكمان تعادل التقدم والتكنولوجيا اللي موجودة في بلاد أخرى ممكن تكون ما عندهش حقيقي ربع الخصائص اللي موجودة في مصر إزاي نقدر نعمل دا ونبني على دا الحقيقة طبعا هي الدولة ماشية بالطريقة السليمة دلوقتي حصل اختلاف كلي في أساليب الدعاية والإعلان والتطوير والتكنولوجيا والتقنيات في أولا المعارض ثانيا على السوشيال ميديا ثلاثا التسويق بقى بشكل يومي 365 يوم ده مهم التسويق المقاومات اللي عندنا الطاقة الاستعابية حتى الآن في مصر للغرف الفندقية كانت 200 وتم تطوير لأن كان حصل دروبات بقى من ساعة 25 يناير وبعدين الكوفيد وقبلها الطيارة الروسية فحصل أن ما فيش رينوفيشن أو تطوير أو عمل تجديدات للفنادة فحصل تأخر برضو في الأعداد دلوقتي احنا عندنا الطاقة الاستعابية ممكن تصل إلى أنه نحقق لـ 17-18 مليون سائح الطاقة الاستعابية الفندقية التسهيلات موجودة بس عايزين بقى الطاقة الاستعابية للفنادق تصل إلى نص مليون عشان نصل لـ 30 مليون سائح ده 30 مليون سائح يعني احنا لما نبص لـ 14 مليون وـ 900 مليون سائح الإحساءات بتقول أن الدخل منهم وصل إلى 14 مليار و 400 مليون دولار غير متوسط انفاق السائح حجوزات وفنادق وطيران إلى آخر احنا محتاجين المرحلة تقديم تسهيلات لازم المايكنا والرقمنا يبقى كله كمبيوتر ما تدخلش الإجراءات بالنسبة للمستثمر مانوال يعني مانوال دي وموظفين ده بيأخر حاجات كتيرة خلاص عشان أنجزنا يعني ممكن الحاجة اللي تاخد شهور مانوال تاخد خمس دقيق أونلاين فدي هتسهل الحضور المكسف طبعا استقرار المنطقة مهم يعني الحرب دي أثار التأثير سلبي اللي بين غزة وإسرائيل فالناس منتظرة الاستقرار في حجوزات وفي ناس بتيجوا وفصلين مصر عن الكسف بس برضو مزاي الكسفة اللي كانت موجودة يعني احنا كان عندنا أوفر بوكينج اخدبال حضرتك فده كله مهم تسهيل الإجراءات كل ما بنمنح حوافز أكتر مع الدعاية بشكل مكسف في بورصة جاية بتاعة برلين من 5 إلى 7 مارس الـ ITBD أكبر بورصة سياحة في العالم في بعدها بورصة في دبي وكان في بورصة في أسبانيا وحصل حضور وقابلها بورصة في لندن البورصة بمعنى مكان لتجمع كل رجال الأعمال والمستثمرين والدولة وخطوط الطيران مع الآخرين بنقابل بس مش يعني ممكن تقابلي برضو الناس مثلا بتبقى في المدن الساحلية زي اسكندرية وبرصة عيد وغيره بيقابلوا الرجال الأعمال والشركات بيقابلوا أصحاب أو الممثلين للميديترنيان كروز الكبيرة أو دي اللي بتيجي توقف وان دي مثلا وبعدين ينزلوا يعملوا زيارات لسكندرية والقاهرة وكده ويقابلوا المركب في بورصة عيد أو تنزل في السفاجة ويروحوا لقص برضو دي بتبقى بتنشط وبيبقى فيه تعاملات وكذا صحيح كل ما كان فيه تسهيلات وتعاملات أكتر وسهولة في الإجراءات والما يكان مع التسويق بشكل مستمر وإحنا مشينا على خطة سليمة هنوصل للأعداد دي وأكتر طيب دكتور احنا عملنا تجربة في جنوب سيناء وعملنا متحف للأثار بجانب طبعا جنوب سيناء وشرم الشيخ من الأماكن السياحية السياحة الشطائية جميلة جدا هل ده فرق في زيادة الأعداد مثلا بحيث أن المسايح ما بقاش محتاج إنه يجي ينزل شرم الشيخ يقضي فيها مساء ثلاث يام ويجي القاهرة عشان يزور المتاحف ويتعرف على الأثار المصرية ويرجع مرة تانية لشرم الشيخ نعم ما فرقش بمعنى السياحة اللي نازل شرم الشيخ نازل عشان السياحة الشطائية أكتر حاجة هيعد أسبوع عايز يزور القاهرة ولا أو يزور المتحف اللي في شرم الشيخ زيارته للقاهرة هو عايز يشوف يعني أنت لما تيجي تقول له تعالى المتحف هتروح يوم القاهرة تشوف الأهرامات والمتحف المصري أو تشوف المتحف اللي في شرم الشيخ بس فحيقولك لا طبعا هزور الأهرامات والمتحف الكبير ولو بالضيارة في المتار سفينكس خلاص فالثقافة بتاعة السايح اللي موجود في شرم الشيخ مش سايح سياحة ثقافية والسايح اللي جاي السياحة ثقافية بيأجل شرم الشيخ لما بعد زيارته للقاهرة زيارته للقاهرة والأسر وأسوأ خلاص فلكن وجود المتحف كويس ممكن الناس بقى ما بتحبش تسافر القاهرة وهتقدي الدايفين كله هناك تزور المتحف لكن طبعا انت بتتكلم على كام قطعة موجودة في المتحف المصري القديم اللي هو محطوط تبع اليونسكو والمتحف الكبير ومتحف المتحف في المحافظات زي بحر الأحمر أو كده للسايح اللي هو بقى مش عايز يتحرك خالص ممكن يزور القطع اللي فيها بيكون محدودة وتبقى اختياري لكن المتحف المصري أو المتحف الكبير بيبقى في البرنامج أساسي بالنسبة للسايح اللي هو صاحب السياحة الثقافية أو صاحب الكالتشور بتاع السياحة الثقافية لو انت بسيت للسايح الخليجي مختلف عندهم كلهم السايح الخليجي مثلا يجي فترة السياح كلها ويقعد بقى في العالمين والساحل الشمالي وبيجي فترة الشتاء هنا ممكن ما يكونش عنده حب للسياحة الأثار والحاجات دي ولكن عنده حب لأنه يعيش التراث الأتموسفير بتاعنا ينزل خان الخليلي يشوف المناظر القديمة يحضر حفلات مهرجانات كده ويحب البحر الأحمر برضو لو فيه تيرات شارتر بتيجي ولكن سياحته مختلفة ما بيحبش السياحة الثقافية ومتوسط انفاقه أعلى من الساحل الأجنبي لأنه مقيم زي ما حالك قلت فترة الصيف كلها بييجي اه ومتوسط انفاقه أعلى من الساحل الأجنبي هذا يعني واخب بالك فده برضو كالتشور ما تقدرش تغيره حتى الساحل مصري انت لو وديت الساحل مصري دلوقتي وديته مثلا دولة زي تركيا أو هو عنده الأسر هيروح على الشوبينج على طول مولز على طول فهي بتبقى كالتشور معاناة بيشوف اه بيشوف طب أنا عندي البورج القاهر وهروح في دولة تانية مثلا نطلع البورج طيب فاهمني يا حضراء هي يعني بتبقى دي دراسات طبعا هي فعلا هو الموضوع بيبقى وفق دراسات عشان يكون سليم لازم يكون فيه استراتيجية واضحة ودراسة يعني دقيقة جدا عشان تقدر توجه كبان الحمالات التربجية بشكل مزبوط بشكر حديدك طبعا جزيلا شكرا دكتور حسام هزايا الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري لغرف السياحية نورتنا في ستجي سبع قيمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا